نتكلم بقى على هامش كمان بمناسبة نهاية دوري الأبطال خلييني أقول لحضراتكم الاتحاد الأفريقي وده اللي كشفت عنه بعض التقارير التونسية بيتكلم على أنه على هامش اللقاء اللي هيجمع بين كايزر شيفز وبين الأهلي في نهاية دوري الأبطال في المغرب قبلها بيوم هيكون فيه اجتماع بين باتريس موتسيبي الجنوب الأفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي مع رؤساء الاتحادات المحلية هيتكلموا فيه على مش بس على شكل البطولات الأفريقية في الفترة المقبلة لكن الحقيقة موتسيبي ومن الأول يوم يعني أنا كنت يمكن تبعت تصريحات كتيرة جدا ورؤية الراجل بيتمنى أنه يحققها هدفوا الحقيقة أنه يطور المنظومة بشكل كبير جدا عشان كده الاجتماعات هيكون في منتهى الأهمية هيتكلم فيه في كل ما يتعلق بتطوير منظومة كرة القدم مش بس في تطوير البطولات الأفريقية لكن كل ما يتعلق بتطوير منظومة كرة القدم في أفريقيا وهي للأسف على الرغم أنها يعني بتضم إمكانيات على كل مستويات سواء بنكلم على لعبين أو على مديرين فنين عندنا تجارب نكحة جدا لكثير من المدربين وخصوصا في شمال أفريقيا عندنا لعبين أفرقى فازوا بجواز عالمية عندنا النهاردة لعيبة زي محمد صلاح زي حكيم زياش زي رياض محرز الجزائري بيتعلقوا في أهم ملاعب أوروبا وكلام دا مش جديد كلام دا من زمان من أيام رابح ماتجر من أيام جوجوية وغيرهم الحقيقة أكدوا على قدرات اللعب الأفريقي إزاي تطور المنظومة بحيث أنه نشوف بقى يعني نحط على أقل هدف قدامنا أنه في يوم الأيام يكون فيه منتخب أفريقي ياخد مثلا بطولة زي بطولة كاس العالم أو نعالج المشاكل بتعني منها القارة على مستوى ملفات التحكيم مثلا على مستوى ملفات البنية التحتية والملاعب دي كلها ملفات أعتقد أن الموتسيبي عنده رؤية في تطويرها أو في أخذ خطوات تعالج المشاكل دي بشكل جزء اشتركوا في القناة